لا نملك سوى أرض واحدة هذا هو الشعار الاحتفال بيوم البيئة العالمي لهذا العام اليوم الذي يعد انذاراً لتذكير العالم بأهمية حماية البيئة أملاً في العيش بسلام على أرض خضراء يجب أن نخفض انبعات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45% بحلول عام 2030 للوصول إلى صافي السفر بحلول عام 2050 ويجب على الدول المتقدمة على الأقل مضاعفة دعمها للبلدان النامية حتى تتمكن من مواجهة الاترابات المناخية التي تحدث يهدف اليوم إلى لفت انتباه المجتمعات حول إعادة التفكير في كيفية استهلاك موارد الأرض المحدودة وتشجيع الشركات التجارية على تطوير نماذج أكثر مراعاة للبيئة والانتقال إلى الاقتصادات الخضراء ويعد الاحتفال بيوم البيئة العالمي من المناسبات الهامة للتوعية بقضايا البيئة والأزمات المناخية حيث يتم الاحتفال به في الخامس من يونيو من كل عام منذ عام 1973 بإشراك الحكومات والأعمال التجارية والمواطنين سعيا لإيجاد الحلول المناسبة والأسرع لحماية كوكب الأرض من ثلاث أزمات وهي تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي واستمرار تعرض الكوكب للخطر من جراء معدلات التلوث والنفايات المرتفعة كما يدعو الاحتفاء بيوم البيئة العالمي هذا العام إلى مطالبة الحكومة بالاستثمار في إصلاح البيئة ودفع العاملين بقطاعات التعليم إلى إلهام الطلاب والشباب نحو خطط بناء مستقبل أكثر مراعاة للبيئة ترجمة نانسي قنقر